موسيقى موسيقى تستقطب الصحراء الجزائرية كل عام عددا كبيرا من السياح من مختلف بقاع العالم فهي تتربع على مساحة شاسعة جدا إضافة إلى تنوع تضاريسها وتعاقب عدد كبير من الحضارات عليها هذه المقاومات جعلت منها قبلة حقيقية للزوار والأجانب في كل فصل من فصول السنة موسيقى التشجيع على النهوض بالسياحة السحراوية يأتي في وقت تشهد فيه عدد من المواقع الأثرية رقابة أمنية عالية إضافة إلى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها شركات السياحة وعلى سبيل المثال شركة اليسرى التي تستقطب دوريا أعدادا كبيرة من السياح من مختلف دول العالم وقد نظمت مؤخرا جولة لسياح فرنسيين إلى مختلف ولايات الجنوب وعدد من ولايات الشمال بدءا من بشار مرورا بأدرار وصولا إلى تيميمون كما كان لسواح الفرنسيين فرصة للتعرف على مدن ساحلية على غرار وهران وتلمسان bersamaنا وكما إلى تقليلنا على مدنسيين لقد نحصل على سألقائنا على المدنسيين هذا ليس هناك إليجيز في المدنسيين ونصير على أدنسان في أجل العرب أنا أسنة قصصة مدنسية التي تحدث عن دست من السيحون ونصير على أصنع الأشيام عامد دائرة على أدنسيين في أجلر في مدنسيين كثيرا مضحنا على الخارج حينما بشار، و نسخت طبعات للاً ربما كنت نسيطى فهل امرنا اليوم ولنهابراك يخبرون بشار بلى الحديث يدفعين يمنون بشراين يشبرون نشور ينذفرون بواد يريدون أنهم قدون ينريون ما هووقك ينذفعين في البنزق به من المبارك وفعل من خارجي الغسام، من ثلاثة 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 زلالر سوضان وسربي خلالت سوري، دعوني على حق uhm... رجائع ربناني، ماهو حوالي، المترجم للحكمة، في ذلك الوقت في الشامو كانت بوريكو في شارت في شارت في كولومبيشار لديه الفوتو نعم نعم لن تغيير الوكالات السياحية وعلى سبيل المثال شركة اليسر هو التعريف بالصحراء الجزائرية لجلب أكبر عدد ممكن من السياح دعم للاقتصاد الوطني وللنهوض بهذا القطاع الحساس الذي عانى الأمرين في السنوات الأخيرة نحن وكالة اليسر للسياحة والأصفار نسعى من خلال هذه المجموعات السواح الأجانب من خلالهم نسعى إلى تدعيم السياحة والوجهة الجزائرية للاديستيناسيون للجيرين نحاولوا باش نطوروها وباش نحاولوا باش ننذيروا للابروموسيون للسياحة في الجزائر نحن نشتغل وكالة اليسر السياحة والأصفار منذ سنة 2006 ونحن نشتغل في هذا الميدان ونحاول نشتذب أكبر قدر من السياحة الأجانب للجزائر في سنة 2018 كانوا عندنا عدة مجموعات كانوا لزاروا الجزائر وكانت كل مجموعة عندها يعني برنامج خاص بها كان برنامج برامج ثارية متلوعة بين الجزائر الفسيحة كان المجموعة الثانية مشاول داروا الالجيرواء الوراني داروا الكنستانتينواء داروا بوسعادة يعني كان كان البرامج ثارية ومن خلالها تمكنوا من الاطلاع على الجمال الخلاب لبلادنا يعني في كل منطقة يشاهدوا مناظر مغايرة للمنطقة للمناطق الأخرى اعرفتنا مغايرة للمنطقة تحديثة مغايرة للمنطقة تحديثة مغايرة للمنطقة للأجراء تحديث لذلك أحبتنا أجب رجاء من 60 عام من يتكلم بفرصة الفيئة ومن أتكلم دعوصة المصادرين وبالك سنهاية الدفق والآلاف البيئة لدينا تقني الشرق فعلت الخارج مختلف بالمطارين وحذر ومونا مصادر السنة وأطبع البيئة وحذر من العلامة قرن كما أتفادان ثلاثة أفنان، هذا يعمل على أفن، وفي أفن ميدي، هناك الرويين، ويقولون، أيضاً أيضاً، ما أسرقني، هو الناس الذين يتبعون في الولايات التي يتبعون في الولايات بسبب السبب، أيضاً. ضيوف الجزائر أعجبوا كثيراً ببشار، وانبهروا أيضاً بجمال تغييد، فراحوا يلتقيطون السور ويتجولون في ربوع المكان. استخدمي الكثيراً saja نشارت شئرين نمائية ببشار، ومعجيب أنت جاهزها مرة، ولكن فأمت بريدًا جاهزها كل جديدها. وأنا وقد كنت قم إلى الأعلى في أعلى في نووعة عام، ويجب أجمع أنها هي ملاقبة. وached للتأخذ، وليس يتساعد، يجب أن يقومون ببعض جائز، سأقومون بديوكاً... وحالاً تمامون، ويقول في بيشار أيضا يجب أن يكون يحصل على وقت لديك أن يكون جيدا ونحن نعجل جيدا جميعاً جميعاً مناولاً وبالتالي يوجد وليس لا يتعلم في الأولى أني أخذني لكي في الغداء لديك أخذ نوعه وليس أصبحت مرة في المنزل ومنزل شد والمدرس والممزل جميعاً إنهم جميعاً جميعاً ويجب أن تكون مفيداً مع مفيداً يجب أن يخرج من البحث ويجب أن يتجاهل المتجمع ويجب أن يكون هناك ويجب أن يكون مفيداً ومعنى جميعاً ويجب أن يكون مفيداً أتركت في مدينة في الأخيرة السنوات لحظنا أن يشعرون الكثير في فنادق جديدة في مرافق سياحية التي ستتنشأ وفي طور الإنجاز وهذا ستدعم كثيراً للدستيناسيون الألجيري ونحاول الوكالات السياحية هذه الدعوة من خلال المنبر قاناة البلاد لن نعمل وغير في العمرة وماذا بنا تكون عندنا تنوع ومشي لنبعث وغير الجزائريين باش يروحوا يصرفوا العملة الصعبة في الخارج وسماء وفيبا لازم نديروا معه لقوين أوت لازم نديروا لقوين كوم لازم نجيبوا سياح للجزائر باش ندخلوا العملة الصعبة ننساهموا في الاقتصاد الوطني وفي تدعيم خزينة الدولة بالعملة الصعبة السنوات الماضية والله في هذا الموسم يعني نشكر خاصة السلطات الأمنية على المرافقة الأمنية من بشار سارة القافلة تجاه عمق الجنوب الجزائري وبالتحديد إلى أدرار واتيميمون هناك توقفت عقارب الزمن مع غروب الشمس أين التقى الشفق الأحمر بحبات الرمل الذهبية عندها كان للسياح الفرنسيين الوقت الكافي لالتقاط الصور التذكارية بعد جولة طويلة بين الكثبان على متن سيارات رباعية الدفع بشار كنت مجرد بشارة 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 كانت دروح الفكات بشارة 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 كما تستطيعون أن أخذ من المنظمات لتصمحة لكي الشخصة ويستطيعون ملعبادة في التربعة ويستطيعون ملعبادة ومن المدينة بالتعاملين ومن المنظمات المتحدة بمجردات الكلامة من المحاولات الإجابية تتطيعون أن أتصبحت لكي أجل من أحضر في الليلة التي سبقت المغادرة من قلب الصحراء نحو غرب البلاد وبالتحديد إلى وهران كان السياح الفرنسيين على موعد مع سهرة فولكلورية نظمتها فرقة صحراوية أعجب الحضور بعادات وتقاليد الجزائر كثيرا وراحوا يتفاعلون مع الأغاني والأهازيج لغاية منتصف الليل ليحطوا الرحالة بعدها في مدينة الباهي وهران إن نظمت شركة اليسر جولة سياحية إلى مختلف المناطق الأثرية بالولاية لتستمر رحلة ضيوف الجزائر في سيارة لمختلف ولايات شمال الوطن أيها الجزائر بيدين debutياء القيام للأغاني والأغاني بس يتفاوضة جراء حدود من المعرفي نحن يتفاوضة الجزائر بلطن يتفاوضة جيدة بكم لايقظة جنمت شبه جدغان كم سي� يتفاوضة جزائر إلتفاوضة جنمت كنت أعرف ، على ما يقولون أنه هو ممتع جيد ، نعمنا ملعب. هذا هو مكتب لنظر الهتل سنة. هذا سيكون سهلا ، ونحن نعمل. بالنسبة للمجموعة هذه محل تغطية كان عندها برنامج يعني فاري كانت مدة الإقامة 14 يوم كان وصولهم عن طريق جزائر العاصمة قمنا لهم بزيارة في الجزائر العاصمة في القصبة في أحياء العاصمة زاروا متاحف متحف المجاهد مقام شاهيد عدة متاحف لزاروها لتحكي عن الحقابات التاريخية للجزائر بعدها مشوا جولة تيبازة شرشال بليدة مشوا بعدها إلى شلف بعدها مشوا إلى زاروا تيارة زاروا عدة مدون في الغرب سيدي بالعباز وهران تلمسان بعد ذلك مشوا بالطائرة من وهران العنابة يعني من الكسترام واس يعني تقريبا من الحدود الجزائرية الغربية الحدود الجزائرية الشرقية هذا يعني بين شساعة وكبر يعني البلاد تعنا والحمد لله هذا فضل الله سبحانه لما وصلوا العنابة قمنا بزيارة المدينة عنابة متاحفها ومدينة عنابة مشوا بعدها إلى قلمة من قسنطينا من قسنطينا مشوا زاروا المسجد الأمير عبد القادر قصر الباي الجسور المعلقة والحق في كل المرحلة كانوا فرحانين ومعجبين بالازدهار الاقتصادي تاع الجزائر يعني كل سنة يجيوا يلاحظوا بلي فيه استثمارات جديدة فيه مشاريع فيه كذا بعد قسنطينا مشوا الأوريس العنابة تيم قاد باتنا تيم قاد بعدها مشوا بسكرة زاروا البالكون ضغوفي كانوا معجبين بهم كثير بعدها مشوا إلى بسكرة من بسكرة رجعوا إلى إلى بوسعادة بوسعادة مشوا بعدها المدينة سطيف بعد سطيف رحوا البجاية ومن البجاية دخلوا الجزائر العاصمة ومن ثم كانت العودة من المطار إلى ديارهم إذن السياحة في الجزائر تشهد حركية كبيرة مع تزايد نشاط الوكالات السياحية تنافس كبير تشهد الساحة في استقبال الأجانب لكن تبقى ظروف الإقامة وكفاءة المرشدين السياحيين وجودة الفنادق معايير أساسية يتوجب على الجميع مراعاتها وعلى أمل النهوض بهذا القطاع تبقى الصحراء الجزائرية قبلة للعرب والأجانب قول هيني ملن آه يساقرها يسا سمغار نوايا رها جرد ميدي وين هكذا يدمع اشتركوا في القناة